بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بكم أيها الطلب الأعزاء في بداية هذا الفصل الجديد وأدعو الله بأن يكون فصلا مثمرا وناجحا بإذنه تعالى كما هو معلوم لديكم بأن المساق الذي نحن بصدده خلال هذا الفصل هو مساق ريادة الأعمال والحقيقة أن مساق ريادة الأعمال من المساقات التي تم اعتمادها وإضافتها حديثا ليس فقط إلى جميع تخصصات الدبلوم في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بل تم إضافته إلى جميع الكليات التقنية العاملة على مستوى الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أيضا هذا المساق يدرس في العديد من الكليات على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي أي نحن أمام مساق حيوي مساق مهم مساق ضروري ما هي الأسباب التي دفعتنا ودعتنا إلى إضفاء هذه الصفات على هذا المساق الحقيقة هناك سببان رئيسيا السبب الأول كما تعرفون أن الجامعات والكليات تقوم بين فترة وأخرى بعمل تحديث وتطوير وتجديد لبرامجها وخططها الدراسية من أجل إضافة معلومات جديدة إضافة مساقات جديدة تساعد الطالب على مواكبة آخر التطورات العلمية في مجال تخصصه لذلك كان هناك حرص من الجهات المعنية بإضافة هذا المساق كمساق نوعي يزود الطالب بمعلومات جديدة في مجال التخصص بشكل عام أما الساب الأهم وهو أن العالم يعاني منذ سنوات من أزمة أو من مشكلة خطيرة جدا ألا وهي مشكلة زيادة أعداد العاطلين عن العمل أو ما يسمى بالبطالة والحقيقة أن أسباب هذه المشكلة متنوعة ولكن سنركز على أهم سبب منها وهو ما يسمى بالأزمات الاقتصادية فكما تعرفون أن الاقتصاد العالمي يمر يمر بين فترة وأخرى بأزمة بمشكلة بهزة تؤدي أو تؤثر عليه بشكل سلبي لذلك كمثال في عام 2008 حدثت أزمة اقتصادية وهزة اقتصادية أثرت على اقتصاد العالم الأمر الذي أدى إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود بمعنى أن حجم الطلب على منتجات والسلع التي تقدمها الشركات والمؤسسات انخفض بشكل كبير نتيجة عدم وجود طلب على هذه السلع هذا الأمر أدى بالعديد من الشركات والمؤسسات إلى التخلي عن أعداد كبيرة من العاملين لديها والقيام بفصلهم لعدم الحاجة إليهم هذا في الشق الأول أما على الضفة الأخرى وفي الجهة المقابلة نجد أن المؤسسات الحكومية قدرتها على تشغيل الخريجين والأيد العاملة هي قدرة محدودة بمعنى أن الحكومة عندما تطرح مجموعة من الوظائف للتوظيف استيعابها لأعداد الخريجين يكون استيعاب محدود وقليل جدا إذن أصبح الآن صاحب الشهادة الخريج بين ما يسمى بالمطرقة والسندان بين مشكلتين مشكلة محدودية إذن أصبح الطالب الآن ما يعرف بين المطرقة والسندان بين مشكلتين مشكلة عدم قدرة الشركات الخاصة على استيعاب وعلى توظيف أفراد جدد نتيجة للأزمات الاقتصادية في المقابل محدودية القطاع الحكومي على التوظيف إذن ما الحل هل ينتظر الطالب سنوات طويلة لكي تسنح له فرصة للعمل في الحكومة لذلك كان هناك حقيقة توجه عالمي من خلال تشجيع الطلبة والخريجين على التفكير الجدي بالبدء في مشاريعهم الخاصة لذلك تم تبني برنامج عالمي هذا البرنامج من خلال منظمة العمل الدولي التابع للأمم المتحدة بالعمل على تشجيع وتحفيز الأفراد للبدء بمشاريعهم الخاصة بقدرات ذاتية وعدم انتظار فرصة العمل في الحكومة أو فرصة العمل في وظيفة حكومية لذلك هذا حقيقة هو السهب الرئيسي الذي دفعنا إلى طرح هذا المساق لكي نشجع الطالب نحفز الطالب نزرع في الطالب روح المبادرة لكي يبدأ التفكير الجدي بإنشاء مشروعه الخاص وإلا حينتظر سنوات طويلة لكي تسنح له فرصة للعمل في وظيفة حكومية وطبعا إذا سنحت له هذه الفرصة طيب الآن السؤال هل البطالة هي حكرا على دول العالم الثالث هل هي علامة تجارية خاصة بدول العالم الثالث الحقيقة أن مشكلة البطالة هي مشكلة عالمية وتعاني منها جميع دول العالم وإن كان بنسب مختلفة و حسب طبيعة أو قدرات هذه الدولة لذلك في المخطط الموجود أمامكم نجد أن هناك مجموعة من الدول التي تعتبر من الدول المتقدمة اقتصاديا وماليا وعلميا هذه الدول بالرغم من تقدمها الاقتصادي وارتفاع دخل الفرد إلا أنها تعاني من مشكلات في البطالة فعلى سبيل المثال نجد أن النرويج والسويد وألمانيا والتي تعتبر من الدول المتقدمة جدا وذات الدخل والاقتصاد المرتفع نجد في السويد على سبيل المثال أن هناك نسب البطالة 6.1% بمعنى أن من كل مئة شخص هناك 6 عاطلين عن العمل وهي نسبة ليست بالقليلة في دولة كالسويد بما تتمتع به من قدرات وإمكانيات اقتصادية ودخل وثقافة وإلى آخر نجد في النرويج أن نسبة البطالة 4% ويبرضو أو أيضا نسبة ليست بالقليلة في فرنسا ويوانا الدول المتقدمة نجد أن معدلات البطالة تزيد عن 9% إذن العالم كله يعاني من هذه المشكلة دول العالم المتقدم تعاني من هذه المشكلة إذن لو طلحنا أو ألقينا نظرة على نسبة البطالة في فلسطين سنجد أن المؤشرات ستكون صادمة في المخطط اللي على اليمين نلاحظ أن هذا المخطط يوضح نسب البطالة ما بين عامي 2010 و2018 طبعا هذه نسبة تقريبا جديدة نلاحظ أن نسب البطالة في قطاع غزة وهي المؤشر الملون باللون الأحمر هي نسب مرتفعة جدا وهذا شيء طبيعي لديه الحصار وعدم وجود فرص عمل ومحدودية الوظائف الحكومية فنجد أن معدلات البطالة في قطاع غزة تصل إلى حوالي 52% طبعا هي نسبة صادمة يعني أكثر من نصف سكان قطاع غزة عاطلين عن العمل وخصوصا من فئة الشباب أو الخرجين وهذه نسبة عالية جدا وخطيرة جدا في المقابل نجد أن معدلات البطالة في الضفة الغربية تزيد عن 17% وهذا طبعا نتيجة لأن الوضع في الضفة الغربية يختلف هناك فرص عمل هناك إمكانيات أكثر مجالات عمل أكثر حتى الشخص الخريج في الضفة الغربية ممكن أن يكون لديه بعض الممتلكات التي تساعد له على القيام بمشروعه الخاص أو القيام بالحصول على عمل وبالتالي نجد أن المعدلات تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة لكن بشكل عام المعدلات لو نظرنا إلى الجدول الموجودة على اليسار نجد أن المعدلات بين الخريجين الذين يمثلون القوة الضاربة أو العمود الأساسي والعمود الفقري لأي مجتمع هي نسب صادمة جداً بين الذكور نجد على سبيل المثال خريجي العلوم الطبيعية نسب البطالة بينهم حوالي 54% أي أن 54% من خريجي العلوم الطبيعية عاطلون عن العمل وهذه نسبة مقلقة جداً وخطيرة جداً نسب الخريجين من علوم الرياضيات والإحصاء حوالي 49% إذن بشكل عام لو نظرنا إلى النسب الموجودة أمامنا نجد أن نسب البطالة بين الذكور تزيد أو حوالي 50% الأمر عند الإناث أكثر خطورة بسبب أن مجتمعنا الفلسطيني كثقافة كتقاليد هو مجتمع يعطي الفرصة للذكور أكثر من الإناث في عمليات التشغيل والتوظيف بسبب ظروفنا الاجتماعية وثقافتنا الاجتماعية لذلك نجد أن نسب البطالة بين الإناث تكون نسب أكثر ارتفاعا فنلاحظ على سبيل المثال خريجات علوم الحاسوب نسب البطالة بينهم 83% خريجات العلوم الطبيعية أيضا حوالي 80% إذن هي نسب عالية إذن بناء على هذه المعطيات وبناء على هذه النسب أصبح الآن من المهم جدا أن يبدأ الطالب التفكير بشكل جدي في عدم انتظار الوظيفة الحكومية لكي تأتي والتفكير الجدي بأن يبدأ في مشروعه الخاص بإمكانيات ذاتية أو بإمكانيات بسيطة الحقيقة أن المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة تمثل ما يزيد عن 60% من اقتصاد العالم أي أن أكثر من 60% من اقتصاد الدولة يعتمد على المشروعات الصغيرة أو المشروعات الفردية لذلك أهمية المشروعات الصغيرة هي أنها تمثل العمود الفقري لإقتصاد الدول وهذا شيء طبيعي لأنه بكل الأحوال المشروع الكبير يكون في الأساس هو مشروع صغير لكن هذا المشروع مع الوقت ينمو وينجح ويتطور ويتحول من مشروع صغير إلى مشروع كبير حيث أن نسبة قليلة جدا من المشاريع تبدأ كمشاريع كبيرة الجزء الأكبر من المشاريع يبدأ كمشروعات صغيرة هذا المشروع مع الزمن ينجح ويتوسع ويتحول من مشروع صغير إلى مشروع كبير لذلك 60% من اقتصاد الدول يكون نتيجة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا خلال العشر سنوات الأخيرة نسب العاملين في المشروعات الصغيرة أو الفردية أو الخاصة زاد بنسبة 90% أي أن نسب كثيرة من الناس بدأت تتوجه نحو العمل الحر أو العمل الخاص أو المشاريع الخاصة لأن كما ذكرنا سابقا محدودية العمل في الوظيفة الحكومية محدودية قدرة الشركات على الاستيعاب إذن الشخص ليس أمامه إلا التوجه نحو العمل الفردي لذلك في هذا المضمار بدأنا سنبدأ في الحديث عن أهم الأهداف العامة للمساق ما الذي نهدف إليه من خلال هذا المساق هناك أربعة أهداف أساسية سنسعى إلى تحقيقها إن شاء الله من خلال هذا المساق أولا توعية الطالب بشأن مؤسسات الأعمال واعتماد العمل لحسابه الخاص كخيار وظيف مستقبلي سنعرف الطالب إيش هو الأعمال إيش هي مؤسسات الأعمال ونحاول من خلاله أن نشجع هذا الطالب ونحفزه على التفكير بالاعتماد على مشروع الخاص وعدم انتظار الوظيفة الحكومية ثانيا تطوير المواقف الإيجابية للطالب حيال مؤسسات الأعمال والعمل لحساب الخاص أن نشجع الطالب ونزود بالطاقة الإيجابية لكي يبدأ مشروعه الخاص بعد التخرج أو أثناء الدراسة إن شاء الله ثالثا توفير المعرفة والتمرص في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاء مؤسسة وتشغيلها وخاصة المؤسسات الصغيرة من خلال هذا المساق إن شاء الله سنزود الطالب بالعديد من المعلومات سنزود الطالب بالمعرفة من خلال الأنشطة التي سنقوم بأعملها سيكون لدى الطالب المعرفة الكافية حول طبيعة البدء بمشروعه وما هي التحديات التي يمكن أن يواجهها عندما يفكر في البدء بمشروعه الخاص ثالثا تطوير المهارات والميزات الريادية لدى الطالب وإعداده للعمل بشكل منتج سواء في المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة هذه حقيقة هي الأهداف العامة التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المساق لكن للتنوي قبل أن نبدأ في شرح وحدات المساق هذا المساق حقيقة يختلف طبيعة التعامل معه عن المساقات الأخرى بمعنى أنه لا يركز فقط على الشق النظري هذا المساق له طبيعة خاصة يعتمد في تدريسه على أساليب علمية مختلفة منها جزء سيكون شرح نظري يعتمد بشكل كبير على أنشطة عملية من ضمن الأنشطة هناك أوراق عمل وحالات دراسية تحتاج إلى ما يسمى بالعصف الذهني لكن حقيقة نحن لعدم وجود تعليم مباشر واستخدام التعليم الإلكتروني سيكون من الصعب أن نستخدم كل هذه الأساليب لذلك على الطالب أن يكون منتبها إلى أن هناك في كل محاضرة هناك أوراق عمل وهناك أنشطة يفترض بالطالب بعد الانتهاء من المحاضرة أن يقوم بإنجاز هذه الأنشطة وإنجاز ما هو مطلوب من واجبات وتسليم الواجبات إلى محاضر المساق على المدل لن أقبل أي واجبات خارج إطار المدل بمعنى أن كل نشاط له وقت محدد وعندما يتأخر الطالب في تسليم النشاط معنى ذلك أن درجة النشاط ستقل كلما تأخر الطالب في التسليم لذلك من المهم جدا متابعة المحاضرات متابعة الأنشطة المطلوب إنجازها وتسليمها في الموعد المحدد من خلال المدل سيتم طرح هذه الأنشطة على المدل وتسليمها في الوقت المحدد لذلك طريقة شرح هذا المساق حقيقة تختلف عن المساقات الأخرى لكن مع الظروف الحالية سنحاول أن نستخدم أكبر قدر ممكن من أساليب التدريس الحديثة إذن هذه هي الأهداف العامة للمساق نبدأ بأول جزء وأول وحدة وهي الوحدة الأولى وهذه الوحدة ستنقسم إلى أربعة مواضيع أساسية خمسة مواضيع الموضوع الأول ستحدث فيه عن معنى الريادة ونطاقها الموضوع الثاني سيكون حول طريقة وضع الأهداف الريادية الموضوع الثالث سيتحدث عن مهارات إدارة الذات الموضوع الرابع سيكون حول مهارات صنع القرار وحل المشكلات ثم الموضوع الخامس سيكون حول الإبداع والابتكار نبدأ بالموضوع الأول وهو معنى الريادة ونطاق ها ما الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الموضوع هناك الحقيقة مجموعة أهداف نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الموضوع أولا سنقوم من خلال هذا الموضوع بتحديد مفهوم الريادة تعريف الريادة وتحديد عناصرها وتفسير هذه العناصر على نطاق الأشخاص وعلى نطاق الأعمال ثانيا سنتحدث عن مفهوم الريادة الاجتماعية وهي مصطلح جديد ما هي الريادة الاجتماعية ما هو مفهومها ثالثا ستحدث عن الموارد التي يحتاجها الريادة لتنفيذ أفكار ما الذي تحتاج كشخص للقيام بمشروعك الخاص ما هي الموارد المفترض تواجدها أو توفرها للبدء بمشروعك الخاص ثم تحديد أهمية الريادة في الأعمال نبدأ بأول موضوع وهو تحديد مفهوم الريادة وعناصرها ونطاقها الحقيقة أن مصطلح بيات الأعمال هو مصطلح انتشر بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة لكن السؤال هل هناك اختلاف بين مصطلح أو بين المشروع الريادي والمشروع الصغير هل هناك فرق بين الريادة والمشروعات الصغيرة لكي نفهم الفرق بين هذين المصطلحين سنبدأ بتعريف كل واحد منهم أولا المشروعات الصغيرة ما هو مفهوم المشروعات الصغيرة الحقيقة أن المشروعات الصغيرة كما ذكرنا قبل قليل لا تقل أهمية عن المشروعات الكبيرة في أي دولة من منطلق كما ذكرنا أن أي مشروع كبير نادراً ما يبدأ كبيراً الجزء الأكبر من المشاريع تبدأ مشروعات صغيرة ثم تنمو وتنجح وتتوسع وتتحول مع الزمن إلى مشروعات كبيرة إذن الأساس في المشاريع الكبيرة غالباً هو أن أصلها يكون من مشروعات صغيرة فالمشروعات الصغيرة هي الأصل في جميع الدول خاصة في الدول النامية منها المشروعات الصغيرة كما ذكرنا تعتبر مدخل للمشروعات الكبيرة ما هو تعريف المشروع الصغير ما هو تعريف المشروع الصغير الحقيقة أن هناك صعوبة بالغة في تعريف المشروع الصغير وهذا يعود بالأساس إلى الاختلاف في المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والتقدم بين الدول في العالم لذلك الاختلاف في تقدم الدول هو الذي يؤدي إلى الاختلاف في تفسير أو تعريف المشروع الصغير على سبيل المثال نجد أن المشروع الصغير في بريطانيا كدولة متقدمة عندما نسمي مشروعا ما في بريطانيا مشروع صغير هذا المشروع بإمكانياته بموارده قد يكون في دولة مثل الأردن يصنف من ضمن المشروعات المتوسطة نفس المشروع بإمكانياته وموارده في دولة مثل السودان أو اليمن قد يصنف من ضمن المشروعات الكبيرة لذلك تصنيف المشروعات سيكون من خلال معايير سنذكرها في اللقاءات القادمة على سبيل المثال رأس المال فالمشروع الذي يبدأ برأس مال كمثال في بريطانيا برأس مال سبعين ألف دولار يسمى مشروعا صغيرا لكن هذا المبلغ في مشروع في دولة مثل الأردن يعتبر من المشروعات المتوسطة نتيجة الاختلاف في مستويات الاقتصاد والدخل نفس المشروع بنفس رأس المال في دولة مثل اليمن يعتبر من المشروعات الكبيرة إذن عدم موجود معايير محددة أو اختلاف المستوى الاقتصادي للدول هو الذي يجعل من الصعوبة أن نحدد معايير ثابتة أو مفهوم ثابت للمشروع الصغير لكن بشكل عام لنضع تعريفا شاملا أو عاما للمشروع الصغير وهذا التعريف مهم جدا ما هو المشروع الصغير المشروع الصغير هو المشروع الذي يمارس نشاطا اقتصاديا ويكون مملوكا ملكية فردية ويستخدم رؤوس أموال صغيرة ويوظف عدد محدود من العمال ويستخدم موارد محلية تعريف في غاية الأهمية سنركز الآن على أهم النقاط التي تضمنها هذا التعريف أولا المشروع الصغير هو مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا وكلمة نشاط اقتصادي معناته أنه المشروع الصغير قد يكون مشروع ينتج سلع أو مشروع يقدم خدمات وكما هو معروف أن أي مشروع في العالم إما بيكون مشروع إنتاجي يعني ينتج سلع أو منتجات أو يقدم خدمات كسب على سبيل المثال خدمات الإنترنت نجد أن هناك في بعض الشركات تقدم خدمة الإنترنت إنها هي مشاريع خدماتية هدفها الربح هناك شركات أو مشاريع تقوم بإنتاج سلع إذن المشروع الصغير هو مشروع اقتصادي خدماتي أو يقدم منتجات هذا الشق الأول ثانيا يكون مملوكا ملكية فردية ما معنى ملكية فردية أي أن المشروع يكون مملوكا لفرد واحد اللي هو أسس المشروع شخص هذا الشخص قد يكون هو أو أبناؤه معه إذن يكون ملكية خاصة بمعنى ما فيش هناك أشخاص مشتركين في هذا المشروع هو ملك لفرد واحد أو جهة واحدة يستخدم مرؤوس أموال صغيرة رأس المال الخاص بالمشروع بيكون صغير والحقيقة موضوع رأس المال صغير أو كبير هو موضوع غير محدد كما ذكرنا قبل قليل المشروعات الصغيرة اللي رأس مالها سبعين ألف دولار في بريطانيا تعتبر متوسطة في الأردن وكبيرة في اليمن لذلك كلمة رأس مال صغير تختلف من دولة إلى أخرى لكن ما بيكون رأس المال ضخم جدا ويوظف عدد محدود من العمال العمال اللي فيه بيكون عددهم قليل جدا محدود تمام وأيضا عدد العمال من المعايير التي تستخدم في التمييز بين المشروعات وتصنيفها من حيث مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وهذا نحكي عنه في اللقاءات القادمة أيضا ويستخدم موارد محلية أي أن كل المنتوجات التي يقدمها هذا المشروع تكون من موارد محلية موارد متاحة في المجتمع ما بيجيب موارد من برى البلد أو من برى المجتمع لا هي موارد محلية بقدرات محلية بإمكانيات محلية إذن تعريفنا للمشروع الصغير تعريف مهم ضروري أن يكون الطالب فاهم لكل عناصر ومكونات طيب أهمية المشروعات الصغيرة الحقيقة المشروعات الصغيرة كما ذكرنا تعتبر الأساس في أي مشروع في الدولة لماذا المشروعات الصغيرة مهمة حمر عليهم مرور سريع لأنهم حقيقة مش موضوعنا الأساسي أولا المشروعات الصغيرة تساهم في الاستجابة لمتغيرات السوق العرض والطلب المشروع الصغير لديه من المرونة ما يساعد على التأقلم السريع مع متغيرات السوق لأنه يعتمد على قدرات ذاتية قدرات بسيطة لذلك أي تغير في السوق في أذواق المستهلكين في طبيعة المنتجات اللي هم عاوزينها يكون من السهل على المشروع الصغير أن يتأقلم وأن يستوعب هذه التغيرات بشكل سريع ثانيا تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي الحقيقة أن المشروعات الكبيرة هي لمن ما تركز على الأسواق الخارجية لأنها تنتج سلاع بكميات كبيرة وبمواصفات عالية لأنها تضع رؤوس أموال كبيرة وتستثمر بموارد كبيرة لذلك يكون نظرها دائما موجه نحو العمل الخارجي أو التصدير الخارجي لذلك السوق المحلي من الذي يغطي بالمنتوجات المطلوبة المشروعات الصغيرة المشاريع الصغيرة لذلك هذه المشاريع تساهم في تلبية طلب السوق من المنتوجات ومن السلاع بشكل أفضل ثالثا تساهم في إعداد عمالة ماهرة المشروع الصغير كما ذكرنا غالبا ما يوظف أفراد من نفس العائلة لذلك صاحب المشروع وهو الأب أو المؤسس يكون حريص أن ينقل خبراته التي اكتسبها على مدار سنوات إلى أفراد عائلته إلى أبناؤه لذلك هذه الخبرة التي قد لا تكون بنفس المستوى لو كان الموظف شخص من خارج العائلة فبكون صاحب المشروع حريص على أن يزود ابنه أو ابن العائلة بالمهارات والخبرات التي اكتسبها هو من سنوات عمله الطويلة فبتصبح الأيد العاملة في هذا المشاريع ذات مهارة عالية وخبرة عالية أيضا تساهم في انتشار الاستثمارات كثير من الناس يكون لديه مدخرات هذه المدخرات أمام خيارين أو حلين إما أن يضعها في البنك أو يجمدها وإما أن يقوم باستثمارها لذلك المشاريع الصغيرة تعتبر فرصة للاستفادة من هذه الأموال بدلا من تجميدها أو وضعها في البنك تمام صاحبها يقوم بإنشاء مشروعه وبالتالي يستثمرها بشكل جيد ويحرك هذه الأموال ويحولها من أموال جامدة إلى أموال تحقق له وتدر عليه أرباح جيدة أيضا تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال النقاط السابقة عندما توفر هذه المشروعات للمجتمع السلع المناسبة عندما تستوعب هذه المشروعات بعض من أفراد المجتمع العاطلين على العمل فيتساهم بشكل فعال في تطوير وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وقد يتطور الموضوع ويتحول المشروع إلى مشروع أفضل وأكبر وبالتالي يستفيد المجتمع والدولة والاقتصاد من هذا المشروع أخيرا حل مشكلة البطالة وهي المشكلة الأساسية التي نركز عليها أن نجاح المشاريع الصغيرة أو زيادة أعدادها معنى ذلك أن هذه المشاريع ستحتاج إلى أيدي عاملة وبالتالي سيقوم صاحب المشروع عندما يجد بيئة مناسبة عندما يجد هناك تشجيع من المجتمع والحكومات والجهات المسؤولة بإنشاء مشروعه سيكون قادرا على استيعاب جزء من الأيد العاملة أو الخريجين إذن هو يساهم بشكل إيجابي في تقليل نسب البطالة الموجودة في المجتمع هذه الأسباب الستة تعتبر من أسباب أهمية المشروعات الصغيرة أنواع المشروعات الصغيرة تصنف بشكل أساسي إلى ثلاث مجموعات إما بيكون مشروع صناعي أو إنتاجي يعني بيقدم سلع ومنتوجات ينتج سلع قد يكون المشروع الصغير مشروعا خدماتيا كما ذكرنا قبل قليل افتتاح افتتاح محل لتوزيع أو مركز لتوزيع الإنترنت افتتاح بعض المحلات التي تقدم خدمات التوصيل لبعض السلع هذا هذه كلياته يمثل ما يسمى بالمشاريع الخدماتية أو الخدمية أما النوع الثالث هو مشاريع صغيرة تركز على التجارة بمعنى أن صاحب المشروع يقوم بشراء بضاعة أو سلع جاهزة من مكان ويقوم بنقلها إلى مكان آخر ويبيعها بسعر أعلى وبالتالي يحقق أرباح إذن هو لا ينتي سلعة لا يقدم خدمة هو يتعامل بالتجارة هذه الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تصنف تحت إطارها أي مشروع صغير ولا يوجد أي صنف آخر نأتي الآن إلى الشق الثاني وهو المشروع الرياضي أو ما هي الرياضة الحقيقة أن مصطلح الرياضة ظهر في العام 1950 وأول من استخدم هذا المصطلح هو العالم الاقتصادي النمساوي جوزيف شومتر وكان يعني المغامر أي أن الرياضي هو إنسان مغامر الرياضة هي المغامرة لماذا سميت بالمغامرة سنلاحظ بعد قريب هذه الرياضة هذا هو التعريف العام لنذكر التعريف العلمي للرياضة هناك حقيقة تعريفين أو تعريفان سنركز عليهما في هذا المطمر التعريف الأول طبعا التعريفين موجودان في الكتاب التعريف الأول يقول أن رياضة الأعمال هي التعامل مع الموارد بشكل فعال لاستغلال وتحد استغلال فرصة معينة تتضمن بعض المخاطرة من أجل تحقيق ربح مادي أو معنوي أو كلاهما تعريف مهم جدا وسنركز الآن على أهم مكونات هذا التعريف أولا التعريف ذكر أن الرياضة هي القدرة على التعامل مع الموارد بشكل فعال ما المقصود بالتعامل مع الموارد بشكل فعال كما تعرفون بأن أي مشروع يكون لديه موارد منها موارد مادية موارد رأس المال موات خام هذه الموارد تمثل المكونات الأساسية لأي مشروع بمعنى أن الرياضة هو الذي يستطيع أن يستفيد وأن يستغل جميع موارد مشروعه بشكل كامل وبشكل فعال وبدون أي إهضار لأي جزء من هذه الموارد كمثال رأس المال الرياضي هو من يستطيع أن يستفيد من رأس مال مشروعه ويستفيد من كل دولار من هذا المال لا يهدر المال في أمور جانبية أو في أمور ليست لها فائدة إذن كلمة بشكل فعال بمعنى قدرة صاحب المشروع على الاستفادة من موارد مشروعه بنسبة قد تصل إلى 99.9% ما في إهضار في الموارد ما في موارد غير مستغلة لذلك هذا ما يعرف باستغلال الموارد بشكل فعال ثانيا لاستغلال فرصة معينة إذن هو يستفيد من هذه الموارد من أجل استغلال فرصة أو وجود فرصة أو تحقيق هدف معين وبالتالي كلما كان استغلاله لهذه الموارد بشكل أكثر فاعلية كلما كان أقدر على تحقيق الهدف بمعنى أن هذه الموارد توجه نحو هدف واضح نحو هدف محدد ما بيكون عنده أهداف غير واضحة أو فرص غير واضحة هو الريادي يعرف بشكل دقيق ما الذي يريد أن يحققه ما هي الفرصة التي يريد أن يستفيد منها وبالتالي المعرفة الكاملة بهذه الفرصة لكن هذه الفرصة تتضمن بعض المخاطرة كما ذكرنا قبل قليل أنه كلمة ريادي هي كلمة مغامر لذلك المشاريع الريادية دائما ما يكون فيها نسبة مخاطرة لماذا نسبة المخاطرة هذه لأنه غالبا المشروع الريادي بيكون مشروع جديد مشروع يقدم شيء جديد أو يطور على شيء موجود ويستفيد منه بطريقة جديدة لذلك يكون قبول المجتمع لهذه الفكرة أو لهذا المشروع غير مضمون قد يقدم شخص منتج جديد لكن المجتمع ما يتقبل هذا المنتج إذن هناك مخاطرة في القيام بالمشروعات الريادية لأنه مشروع غير تقليدي مشروع غير عادي وبالتالي أحيانا بيكون من الصعب على أفراد المجتمع فهم هذا المشروع أو التأقلم مع هذا المنتج أو استيعابه وبالتالي المخاطرة هنا بتكون مخاطرة عالية بخلاف المشروعات الصغيرة وحنشوف ليش الفرق هذا موجود كمان شوية من أجل تحقيق ربح مادي أو معنوي إذن أنا كصاحب مشروع ريادي لما أستفيد من موارد المتاحة أضع رأس مال وموارد في مشروع معين إيش بيكون هدفي بيكون هدفي أحد أمرين الأمر الأكثر انتشارا والأكثر رجاحة هو إن أنا من خلال هذا المشروع بيتحقق وهذا الشيء الطبيعي ربح مادي أنا عملت مشروع بدي أكسب من وراء هذا شيء طبيعي لكن ليست كل المشاريع الريادية يكون هدفها ربحا ماديا هناك مشاريع الريادية نجاح المشروع فقط يمثل ربح وجائزة لصاحبه على سبيل المثال أحد الأشخاص فكر في أن يعلم بعض الفتيات من الأسر الفقيرة يعلمهم حرف يستفيد منها حرف التطريز خياطة إلى آخر إذن هذا الشخص هدف من المشروع ليس الربح إذا تمكن من تعليم هؤلاء الطالبات هذه المهنة وجعلهم أشخاص منتجين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم هذا بحد ذات يمثل نجاح لصاحب المشروع إذن هو ليس الهدف من مشروع الكسب المادي هدف أن يكسب معنويا لذلك أحد أهم الأمثلة في هذا المضمار هو ما يعرف ببنك الفقراء بنك الفقراء هو فكرة ريادية أنشأها شخص أندونيسي هذا الشخص كان يعيش في أمريكا ولاحظ أن الإضطرابات التي حدثت في دولته في أندونيسيا ساهمت أو عززت المشاكل للطلبة الذين يدرسون في أمريكا فقام بمبادرة أنه لماذا لا يتقوم البنوك العاملة في أمريكا أو البنوك الماليزية بإقراض الفقراء إقراض الفقراء طبعا في بداية مشروعه واجه مشاكل صعبة جدا أنه البنوك ترفض أن تقرض الفقير على أساس أن الفقير لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش لنفسه فكيف تقوم البنوك بإقراضه وواجه مشكلة وقام هو بالتواصل مع مجموعة مالجهات وقام بإنشاء بنك هدفه الأساسي تقديم قروض بدون فوائد للفقراء قروض بدون فوائد للفقراء طبعا هذا البنك بدأ في حوالي 1980 ومستمر حتى الآن وبلغ عدد الأفراد الذين يستفيدون من خدمات هذا البنك ما يقارب في 2018 ما يقارب التمانية مليون شخص 8 ملايين شخص يستفيدون من خدمات هذا البنك إذن هذا الشخص ليس هدفه الربح المادني هو بيقدم مساعدات أو يقدم قروض حسنة بدون فوائد للفقراء اللي عندهم إمكانيات العمل وبعد مدة يسترد المبلغ بدون أي فوائد إذن نجاح المشروع هو الذي يمثل ربح لهذا الشخص إذن هو ليس هدفه الربح المادني هذا التعريف الأول أما التعريف الثاني في مجال أو في مضمار ريادة الأعمال فريادة الأعمال هي نهج منظم وهذا أيضا مجموعة موجود في الكتاب التعريف نهج منظم يتمثل في مراقبة البيئة وتحديد الأفكار أو الفرص والتخطيط تنفيذها والعمل على تجميع الموارد اللازمة لها مع تنفيذها بفاعلية ومسؤولية تجاه البيئة للحصول على المكافآت والحقيقة هذا التعريف هو الأشمل والأكثر شمولية من التعريف السابق خلينا نركز على بعض النقاط الموجودة في هذا التعريف الريادة هي نهج منظم ما معنى نهج منظم أي أن الريادة عمل منظم وليس عمل عشوائيا سلوك منظم سلوك يتبع طريقة منظمة يعني الريادة ما بيحصل على فكرة المشروع عشوائيا لا هو يتمرس يتمرن يكتسب الخبرة في كيفية التعامل ومراقبة البيئة بما يمنح الخبرة الكافية والنظام الكافي والتخطيط الكافي لأن يراقب البيئة طيب السؤال لماذا يراقب الريادة البيئة لماذا يراقب البيئة المحيطة لأنه ببساطة جميع الأفكار الخاصة بالمشاريع يجب أن تكون نابعة من البيئة كل الأفكار الخاصة بالمشاريع تكون نتيجة من مراقبة البيئة أنا على سبيل المثال أريد أن أقوم بمشروع معين يفترض بأن أراقب هل هذا المشروع يحتاج المجتمع هل هذا المشروع مفقود في المجتمع هل هذه السلعة غير موجودة في المجتمع والمجتمع يحتاجها إذا تمكن الريادي من التعرف على هذه الأمور من خلال المراقبة يستطيع أن ينجح في مشروع إذن نهج منظم اسلوب منظم اسلوب مخطط ليس عشوائيا في مراقبة البيئة المحيطة في مراقبة حاجات المجتمع المحيطة من أجل القيام بالمشروع وتحديد الأفقار أو الفرص والتخطيط لتنفيذها إذن بعدما يراقب الرياد البيئة أو المجتمع يتعرف على الحاجات التي يحتاجها المجتمع وغير موجودة يتعرف على النقاط هذه المراقبة تساعد في التحديد الفرص التي يمكن أن تكون مناسبة للبدء بالمشروع كمثال في هذه الجزئية الجميع يعلم أن جهاز الموبايل أصبح الآن شيء ضروري وحيوي في كل زمان ومكان لذلك في الدول الأوروبية الإنسان الأوروبي أو الفرد الأوروبي يحمل هذا الجهاز في كل مكان حتى أثناء ممارسة الرياضة إحدى الشركات لاحظت أن ممارس الرياضة عندما يقوم بأخذ الموبايل معه إما بيكون ماسك الموبايل بإيده أو يضع الموبايل في جيب اللباس اللي هو يلتدي هذا حقيقة كان يسبب إعاقة ومشكلة للشخص الذي يمارس الرياضة سواء رياضة الجري أو أي رياضة أخرى لذلك هذه المشكلة اعتبرت فرصة لبعض الشركات وقاموا بإنتاج منتج عبارة عن غلاف يربط على ذراع الشخص ويوضع الموبايل في هذا الجراب يعني الموبايل الآن يوضع فيه ملاف أو فيه لواء جراب أو فيه قطعة تربط على ذراع الشخص الذي يمارس الرياضة إذن أصبح الآن الشخص قادر على يمارس الرياضة بشكل سريع وبشكل سهل والموبايل أو الجهاز الموبايل موجود في مكان آمن وبالتالي هذه هذه المشكلة اعتبرت فرصة للشركات وانتشر هذا المنتج بشكل كبير جدا بين أفراد المجتمع الأوروبي إذن ما الذي دفع أو ما الذي مكن الشركات من التعرف على إنتاج هذه السلعة أنهم راقبوا المجتمع راقبوا سلوكيات المجتمع وحددوا طبيعة المشكلة التي يواجهها ممارسون الرياضة في التعامل مع جهاز الموبايل الأمر الذي مكنهم من التعرف على هذا المنتج وإنتاجه وتقديمه للمجتمع ولاقى رواجا كبيرا وانتشارا واسعا ثالثا العمل على تجميع الموارد اللاسمة لكي تستطيع أن تنجح في مشروعك يفترض أن تقوم بتوفير أو تجميع كل ما يلزم من موارد لهذا المشروع وسنتكلم عن الموارد باللقاءات القادمة بمعنى أن توفر كل ما يحتاج مشروعك من موارد بشكل كامل وبدون أي نقص ثم تنفيذ هذه الأمور بفعالية ومسؤولية تجاه البيئة للحصول على المكافآت وهذا حقيقة نقطة كتير مهمة تنفيذ الخطة بفعالية ومسؤولية تجاه البيئة والآن السؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة البيئة بالموضوع ما علاقة البيئة بالموضوع الحقيقة أن المسؤولية البيئية أصبحت الآن عنصرا أساسيا في أي مشروع يريد أن يبدأ بمعنى أن الدول تشترط على أي مشروع يبدأ في ممارسة عمله أن يكون من ضمن أولوياته المحافظة على البيئة بمعنى أن لا يكون المشروع مضرا بالبيئة أن لا ينتج نتائج أو مخلفات قد تضر بالبيئة أن لا يكون المنتج الذي سيقدمه المشروع له آثار بيئية ضارة إذن نجد الآن على سبيل المثال أن هناك توجه جهد نحو في العالم نحو ما يسمى بالسيارات الصديقة للبيئة التي تعمل بوقود غير البنزين وغير السولار لأنه أصبحت نسب التلوث من استخدام هذه من المشتقات هذه المنتجات نسب عالية لذلك الآن المجتمع أو العالم أصبح ينظر إلى ضرورة الحفاظ على البيئة ضرورة والتقليل من نسب التلوث البيئي بشكل جدي وبشكل حريص وبالتالي كان من ضمن الأولويات أن يكون مشروعك الخاص صديق للبيئة أو يحافظ على البيئة لا يقدم منتج يضرب بالبيئة لا تكون نتائج أو مخلفات التصنيع تضر بالبيئة كما يحدث في بعض الدول بإلقاء هذه المخلفات في الأنهار أو في البحيرات وبالتالي يضر ذلك بالبيئة إذن أصبح الحفاظ على البيئة عنصرا أساسيا وجوهريا من أي مشروع ريادي أخيرا للحصول على المكافأة كما ذكرنا قبل قليل الربح والربح أو المكافأة قد تكون كما ذكرنا مكافأة مادية أو مكافأة معنوية كما ذكرنا في المثالين السابقين هل المشروعات الريادية من السهل التعامل معها أو من السهل إنشاءها طبعا هناك ليس من السهل الحقيقة التعامل مع المشروعات الريادية وليس من السهل أن يقوم أي شخص بإنشاء مشروع ريادي لذلك كما هو مواضح أمامكم في المخطط نجد أن أغلب المشاريع الريادية في السنة الأولى يفشل منها خمسين في المية أي أن نصف المشروعات الريادية في أول سنة بتفشل طيب الخمسين الثانية اللي نجحت في السنة الأولى في خلال خمس سنوات يفشل من هذه المشاريع تسعين في المية إذن في السنة الأولى من إجمال المشاريع الريادية إذن في السنة الأولى من إجمال المشاريع الريادية يفشل خمسين في المية الخمسين في المية اللي استطاعوا أن يتجاوز السنة الأولى يفشل منهم في السنوات الخمسة اللي بعدها حوالي تسعين في المية أي أن نسبة النجاح للمشروعات الريادية لا تزيد عن خمسة في المية فقط يعني من كل مئة مشروع ريادي من يستطيع أن يتجاوز سنوات الخطر هي 5% فقط لذلك التعامل مع المشاريع الريادية ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى إمكانيات جيدة من قبل الشخص الريادي لماذا تفشل المشروعات الريادية؟ هناك أربع أسباب أساسية تؤدي إلى فشل المشروعات الريادية أولا تقييم العملاء تقييما خاطئا وحور عليهم بشرح مبسط لأنهم حقيقة ليسوا موضوع الأساس هناك عنصر أساسيين لفشل المشروعات الريادية من خلال العملاء أي أن العميل أو الزبون المستهدف بالمشروع هو أحيانا يكون من يسبب فشل المشروع لماذا؟ كيف؟ أول عنصر صرف الكثير من المال والجهد لاكتساب العملاء والمحافظة عليهم قبل الوصول إلى مرحلة تثبيت المنتج والتأكد من حاجة الناس إليه وهذه أول مشكلة يقع فيها صاحب المشروع الريادي أنه في بداية مشروعه يحاول أن يزيد من القاعدة الخاصة بالعملاء يحاول أن يزيد من أعداد العملاء والزبائن اللي عنده قبل أن يتأكد من أن مشروعه أو أن منتجه يمتلك المواصفات المناسبة والجودة المناسبة بيكون هم الأساسي أن يزيد من عدد الزبائن بغض النظر عن طبيعة المنتج هل هو جيد أو غير جيد طبعا المنتج غير جيد مهما كان عاد الزبائن بمجرد ما يستخدموه إذن لن يعودوا إلى استخدامه مرة أخرى إذن أنا بركز الآن على عدد محدود من الزبائن من العملاء اللي إحنا بنسميهم العملاء اللي عندهم انتماء وولاء وبالتالي أعطيهم المنتج وأي تطوير على المنتج أطور وبعد ذلك أبدأ أوسع القاعدة الخاصة بالزبائن والعملاء ثانيا القيام بزيادة عدد العملاء قبل تماسك المشروع وهذا معناته زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة بالتشغيل لأنه يا جماعة كل ما أنا زودت عن العملاء كل ما زادت تكاليف المشروع لأنه العميل الجديد بده تسويق بده متابعة يحتاج إلى تزويده بالمعلومات إذن هي تكلفة على المشروع الذي هو بالأساس ناشئ مشروع بدأ حديثا وبالتالي قد لا يتحمل المشروع هذه التكاليف إذن سيكون مشروعا فاشرا إذن أول سبب تقييم العملاء تقييما خاطئا ثانيا تقييم المنتج تقييما خاطئا وهذا ينقسم إلى شقين إما تصميم منتج أو خدمة دون التأكد من حاجة الزبول لها بمعنى أن يقوم صاحب الوائي المشروع بإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة وهو غير متأكد أن المجتمع والجمهور يحتاجها وبالتأكيد مدام الجمهور لا يحتاجها إذن لن يقوم بشراءها ثانيا إضافة الكثير من الخصائص التي ليست من صلب المنتج كثير من أصحاب المشاريع يفكر في إضافة العديد من المواصفات للمنتج قبل التأكد من جودة ومواصفات هذا المنتج وبالتالي يهتم بالشكليات على حساب الأساسيات وبالتالي عندما يقوم الزبون بشراء المنتج ويجرب هذا المنتج أو يستخدم هذا المنتج يجد أن العناصر الأساسية في المنتج ليست بالمستوى المطلوب المنتج عبارة عن شوية ديكورات شوية شكليات بينما المكون الأساسي أو العنص الأساسي الذي قام بشراء المنتج من أجله ليس بالمستوى المطلوب لذلك كمثال أقرز مثال على ذلك هو الشركات التي تقوم ببيع أو بإنتاج الموبايلات هذه الشركات تركز على صفة معينة أو صفتين في المنتج معنى أن المنتج قد تكون لديه قدرة أو إمكانية الذاكرة عالية جدا هذه الصفة تستهدف الأشخاص الذين يفضلون أجهزة موبايل فيها الذاكرة عالية وبالتالي موضوع التركيز على السبب الثالث تقييم فريق العمل تقييما خاطئا وهذه أيضا تنقسم إلى جزئين أولا توظيف عدد كبير من الأشخاص في مراحل المشروع الأولى المشروع بيكون في بداياته قد يخطئ صاحب المشروع ويعتبر أن كلما زاد عدد الموظفين كلما كان أفضل وهذا طبعا شيء خاطئ لأنه زيادة أعداد الموظفين معناته أنه زيادة العبء والتكاليف على المشروع الذي من الأساس هو بيكون مشروع ناشئ إذن ربما يفشل المشروع ثانيا توظيف متخصصين قبل الحاجة إليهم بمعنى أن يقوم صاحب المشروع بتوظيف أشخاص متخصصين قبل أن يكون المشروع في حاجة إليهم كمثال مشروع ناشئ هذا المشروع في بداياته ربما لا يكون المجتمع يعرف الكثير عن هذا المشروع لذلك من الخطأ الاستراتيجي أن يقوم صاحب المشروع بتوظيف مدير تسويق لكي يعرف المجتمع بهذا المنتج أو بهذا المشروع لأن مدير التسويق هذا الشخص يحتاج إلى راتب يحتاج إلى مواصلات يحتاج إلى أعباء وهذه الأعباء والرواتب والتكاليف ربما المشروع في بداياته لا يستطيع أن يتحملها لذلك من الخطأ تعيين أشخاص متخصصين قبل التأكد من أن المشروع قد ثبت أقدامه وتمكن من أن يكون مشروعا ناجحا أخيرا تقييم المالي الخاطئ التقييم المالي الخاطئ بمعنى استثمار مبلغ كبير من المال في مرحلة تطوير المنتج قبل دراسة مدى قبول وحاجة السوق أن يقوم صاحب المشروع باستثمار جزء كبير من رأس مال المشروع في عملية التطوير الآن السؤال المنتج الأساسي قبل أن يطور هل هناك إقبال عليه؟ هل المجتمع تقبل هذا المنتج؟ لو هناك في إقبال وهناك في شراء لهذا المنتج من قبل المجتمع هذا مؤشر على أن هذا المنتج لو تم تطويره سيكون منتجا جيدا وبالتالي بشكل عام هذه هي أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل المشروعات الريادية لمزيد من الأهمية أو لمزيد من المعلومات اقرأ كطالب بيان المعلومات رقم واحد الموجود في صفحة رقم عشرة أهم الفروق بين المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة هناك بشكل عام أربع فروق تميز المشروع الريادي عن المشروع الصغير أول فرق هو ما يعرف بخلق الثروة خلق الثروة المشروعات الصغيرة تهدف غالبا إلى توليد أو إلى إعطاء صاحبها دخل مستمر ومرضي يعني لا تفرق كثيرا عن الوظيفة التي تمثل مصدر أمان ومصدر دخل ثابت ومستمر كموظف الحكومة موظف الحكومة آخر شهر بنزله راتب محدد هذا الراتب نادرا ما يزيد وإن زاد بيكون زيادة محدودة جدا فالمشروع الصغير بيهدف إلى إكساب صاحبه وتزويد صاحبه بدخل شبه ثابت يضمن من خلاله الأمور الحياتية أو المعيشية بينما المشروع الريادي يهدف إلى إنشاء ثروة مستمرة بمعنى أن المشروع الريادي يستطيع صاحبه أن يزيد من رأس ماله ومن دخله باستمرار لأنه يستمر في التقدم يستمر في النجاح يستمر في القبول من المجتمع وبالتالي كلما زاد توسع المشروع كلما زادت أو زاد دخل صاحبه وبالتالي يزداد راتبه ويزداد رؤس المال الخاص به إذن خلق الثروة ثانيا سرعة بناء الثروة السرعة في بناء الثروة والسرعة في بناء الثروة تختلف عن خلق الثروة المشروع البسيط قد يقضي صاحبه سنوات طويلة جدا قبل أن تزيد ثروة هذا المشروع أو يزيد رأس ماله لأنه غالبا ما يعمل في مشروعات تقليدية موجودة في المجتمع تم تطبيقها سابقا وفيها منافسين وبالتالي القدرة على سرعة بناء الثروة لهذا المشروع بتكون بسيطة أو قليلة جدا قد يستمر هذا الشخص في العمل في مشروعه سنوات طويلة ومشروعه لا يتقدم ويبقى بنفس الكيفية وبنفس المستوى وبنفس الآلية بينما المشروعات الريادية التي غالبا ما تكون أفكار جديدة ومشروعات جديدة ومشروعات غير موجودة في المجتمع وغير تقليدية سرعة بناء الثروة فيها بتكون سرعة عالية جدا بمعنى أن صاحب المشروع الرياد يستطيع أن يكون ثروة خلال سنوات قليلة جدا دليل على ذلك الأمثلة الموجودة أمام حضراتكم نجد على اليمين بعض الشخصيات المشهورة جدا نجد أن أول شخصية مشهورة هي بيل جيتس رئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت طبعا شركة مايكروسوفت الآن تعتبر أكبر شركة على مستوى العالم في عالم التقنيات وثروة الرجل تبلغ بالمليارات لو نجينا نشوف المدى الزمني أو العمر الزمني لشركة مايكروسوفت هذه الشركة لا يتعدى عمرها الزمني لو سنوات معدودة يعني تمكن من تحقيق ثروة خلال سنوات معدودة جدا النموذج الثاني رئيس التنفيذي لشركة أبل وهي أيضا تعتبر من الشركات العملاقة في مجال التقنيات والتكنولوجيا هذه الشركة تنكت من تكوين أو صاحب الشركة تمكن من تكوين ثروة بالمليارات خلال سنوات معدودة نجد أن الشخصية الرابعة وهي شخصية معروفة للجميع وهو رئيس شركة فيسبوك مارك زوجنبرغ طبعا شركة فيسبوك جماعة يعني بدأت في الألفين بدأت فعليا في الألفين يعني تقريبا صار لها حوالي عشرين سنة لكن خلال العشرين سنة هذولا تمكن صاحب هذه الشركة أن يصبح أحد الشخصيات الأولى من حيث الثروة كنا الجميع يعرف من هو مارك زوجنبرغ وتقدر ثروته أيضا بما يزيد عن المية وعشرين مليار دولار يعني ثروة هذا الشخص تماثل ميزانية دول في العالم الثالث خلال مدة لا تزيد عن عشرين سنة تمكن من بناء الثروة السبب أنه جاء بفكرة ريادية جاء بفكرة عبقرية قدم خدمة ليس لها منافس وبالتالي تمكن من تكوين ثروة خلال سنوات معدودة هل الريادة حكرا على الشباب؟ بالتأكيد لا لذلك نجد أن الريادي قد يكون شخص في مقتبل العمور في العشرينات في الثلاثينات في الخمسينات في الستينات فعندنا في الصورة الثالثة من اليمين الرئيس التنفيذي لشركة آيكيا وهو شركة متخصصة في تصنيع الأثاث هذه الشركة تعتبر من أكبر الشركات في تصنيع الأثاث الحديث هذا الرجل بدأ حياته قبل خمسة وعشرين سنة بأن يقوم بعمل مجسمات من أعواد الكبريت بعمل مجسمات كراسي ضولات من أعواد الكبريت ويقوم ببيعها للمحلات الصغيرة أو المحلات الألعاب قام بفتح بعد ذلك افتداح مشروعه الخاص صغير منجرة صغيرة بدأ يكون وينتج ويبيع والآن تحول خلال مدة زمنية قصيرة إلى أحد أكبر شركات تصنيع الأثاث في العالم هل الريادة مقتصرة على الأشخاص الأصحة؟ بالتأكيد لا نجد أن الصورة الأخيرة لشخص معاق يعتبر من أكثر مدربي الموارد البشرية تأثيرا وهو فاقد للأطراف الأربع لذلك ملخص الحديث في هذه الجزئية أن المشاريع الريادية ليست حكرا على سن معين ليست حكرا على جنس معين نجد أن هناك سيدات وإناث رياديات ويعتبر من الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم من الإناث نجد أن الريادة ليست حكرا على الأصحة دون المعاقين لذلك كل إنسان يستطيع من خلال إمكانياته أن يكون شخصا رياديا إذا امتلك المهارة اللازمة والقدرة اللازمة أما الفرق الثالث بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الريادية المخاطرة المشروع الصغير نسبة المخاطرة فيه تكون قليلة لأنه غالبا ما يكون مشروع مقلد مشروع يوجد له منافسون وبالتالي صاحبه يعتمد على خبرات الآخرين وتجارب الآخرين في إنشاء مشروعه إذن المخاطرة ليست بالمستوى الكبير بينما في المشروع الريادي نجد أن المشروع بيكون دائما مشروع جديد فكرة جديدة المنتج الذي يقدم بيكون أول مرة يتعامل معه الجمهور لذلك المخاطرة هنا تكون عالية وكما ذكرنا في الشرائح السابقة أن نسبة فشل المشروعات الريادية تزيد عن خمسين في المئة لأنه مشروع جديد فكرة جديدة يقدم خدمة أو منتج جديد قد يتقبله المجتمع وقد يرفضه لذلك المخاطرة في مثل هذه الأمور تكون عالية رابعا الإبتكار والإبداع طبيعي المشروع الصغير كما ذكرنا قبل قليل هو مشروع مقلد هو مشروع تم أو موجود في السوق سابقا ويقوم صاحبه بعملية تكرار لمشروعات موجودة لأفكار موجودة وبالتالي عنصر الإبداع والإبتكار في مثل هذه المشاريع لا يكون بصورة كبيرة أما المشروع الريادي فهو مشروع يكون فكرة جديدة يقدم منتج جديد أو يستخدم منتج موجود بطريقة جديدة أو يطور على شيء موجود ويتم استخدامه بطريقة جديدة إذن هذا التنويع وهذا التغيير هو ما يعتبر ابتكار ويعتبر إبداع لصاحب المشروع ما هي فوائد الريادة ومخاطرها؟ حمر عليهم طبعا مرور سريع لأنه سيتم الحديث عنهم نأتي إلى الشريحة الأخيرة في هذا اللقاء وهي فوائد الريادة ومخاطرها لا شك أن للريادة فوائد ومخاطر ستحدث عنها بشكل سريع أو بشكل مبسط أولا الفرص أو فوائد الريادة أول فائدة للمشروع الريادي هي الاستقلالية في العمل بمعنى أن صاحب المشروع الريادي يكون مستقلا بذاته فهو ليس موظفا في شركة ليس موظفا حكوميا يلتزم بقوانين يلتزم بدوام إذن هو لديه المرونة الكافية في إدارة مشروعه لديه المرونة الكافية في وضع القوانين التي تتناسب مع مشروعه وليس مجبرا أن يلتزم بقوانين قد لا تتوافق مع شخصيته أو مع أفكاره أو مع حاجته إذن هو مستقل في إدارة مشروعه مستقل في القرارات مستقل في الأوقات التي يدير بها المشروع مستقل في طريقة الإدارة وبالتالي استقلالية كاملة ثانيا فرص التميز المشروع الريادي كما ذكرنا هو مشروع غالبا ما تكون فكرة جديدة أو يقدم شيء جديد إذن هو مشروع متميز قليل أو نادرا ما نجد منافسين لهذا المشروع وهذا التميز هو الذي يساعد المشروع في حال قبوله بأن يكون مشروعا ناجحا وبشكل قياسي أو بسرعة قياسية ثالثا هو فرصة لتحقيق الطموح لكل منا طموح ولكل منا أحلام أفضل أو أهم شيء في طموح البشر هو أن يحقق ذاته وبالتالي المشروع الريادي هو فرصة لتحقيق الطالب أو الشخص لذاته فرصة لإثبات أنه إنسان لديه القدرة وقادر على أن ينجح في حياته وبالتالي هذا يمثل نجاح وفرصة لتحقيق ذات الشخص وطموحه رابعا فرصة لتحقيق الأرباح كما ذكرنا أن المشروعات الريادية التي تقدم خدمات أو منتجات هدفها الأساسي هو الربح وبالتالي كلما كان هذا المشروع ليس لديه المنافسين مشروع جديد فكرته جديدة كلما كان هناك إقبال على هذا المشروع أو على هذا المنتج وبالتالي هو فرصة لتحقيق الربح وكما ذكرنا قبل قليل قد يكون الربح بشكل سريع جدا خامسا المشروع الريادي من فوعده أنه يعتبر فرصة للمساهمة في المجتمع المساهمة في تقديم شيء يحتاج المجتمع المساهمة في تقديم خدمات ومنتجات لم تقدمها شركات قبل ذلك وبالتالي هو يعمل على خدمة المجتمع يفيد المجتمع في مثل هذه الظروف أخيرا خلق فرص عمل للآخرين من الطبيعة أن المشروع الريادي عندما ينجح ويحقق النجاح هو يحتاج إلى أيدي عاملة يحتاج إلى موظفين جدد هذا التوسع هذا النمو في المشروع الريادي معنى ذلك أن هذه المشاريع ستساهم في خفض معدلات البطالة في استيعاب أيدي عاملة جديدة وبالتالي تخفف وتوفر فرص عمل للآخرين وتخفف من مستويات البطالة بين أفراد المجتمع هذا على صعيد الإيجابيات أو على صعيد الفوائد لكن هل هناك مخاطر للمشروعات الريادية؟ بالتأكيد بالتأكيد أي مشروع لديه مزايا وهديه إيجابية أول مخاطر أو أول مشكلة قد يواجهها صاحب المشروع هي عدم استقرار الدخل بمعنى أن صاحب المشروع الريادي ليس موظفا يأخذ كل شهر راتبا ثابتا في بعض الأحيان يكون الربح عالي وفي بعض الأحيان يكون الربح قليل إذن استقرار الدخل هو شيء غير مضمون استقرار الربح هو شيء غير مضمون لأن هذه المشاريع تتأثر بطبيعة التفكير وثقافة المجتمع والتغير في عادات المجتمع وثقافته إلى آخره ثانيا الإحباط وخصوصا في المراحل الأولى للمشروع المشاريع الريادية تحتاج إلى وقت لكي يستوعبها المجتمع ولكي يتقبلها المجتمع هذه المدة الزمنية قد تؤدي إلى نوع من الإحباط لدى صاحب المشروع قد تسبب لدى صاحب المشروع نوع من عدم الثقة وبالتالي يبدأ هذا الشخص في فقدان الشجاعة وفي فقدان الحماس لهذا المشروع وبالتالي يكون سببا من أسباب الفشل أو سببا من أسباب عدم النجاح ساعات العمل الطويلة وهذه حقيقة نقطة فيها خلاف كما يقول بعض العلماء أن صاحب المشروع الريادي في بداياته يحتاج إلى أن يعمل ساعات طويلة في المتابعة والإشراف والتطوير وعمل الإحصائيات حتى يتأكد من أن مشروعه يسير بخطوات جيدة لكن لا يعني ذلك أن يقضي صاحب المشروع الريادي الأربع وعشرين ساعة وهو يفكر في مشروعه بالعكس هناك ساعات تتطلب الاستراحة تتطلب الاسترخاء لكي يجدد الإنسان من قدراته ومن طاقته ويشحن هذه الطاقة للقيام بأعباء مشروع الريادي لكن بشكل عام جزء كبير من وقت صاحب المشروع يكون ضمن هذا المشروع للمتابعة والتأكد من أن جميع الأمور تمشي بشكل جيد وأن الزبائن والعملاء ليس لديهم أي معوقات أو مشكلات مع هذا المشروع المعاناة من ضغوط العمل طبيعي المشروع الجديد أو المشروع الريادي يتطلب أو يتضمن أعباء كثيرة يتضمن مهام كثيرة يتضمن أشغال كثيرة وهذا كله الذي يتحمل صاحب المشروع بشكل أساسي لأنه هو صاحب الفكرة هو صاحب المبادرة وبالتالي ضغوط العمل ربما قد تكون كبيرة بما يؤدي إلى إحباط صاحب المشروع وبالتالي فشل المشروع المسؤولية الكاملة صاحب المشروع الريادي مسؤول بشكل كامل عن هذا المشروع لأنه هو صاحبه هو صاحب الفكرة وبالتالي هذه المسؤولية في بعض الأحيان تؤدي إلى نوع من التوتر نوع من ضغط العمل وبالتالي يكون صاحب المشروع متخوفا من أن أي قرار سوف يتخذه هو من سيتحمل مسؤولية الكاملة وبالتالي اتخاذ القرارات قد يحتاج إلى وقت قد يحتاج إلى تأني وقد تكون هناك هذا التأني أو هذا الوقت قد يكون سببا في أن المشروع قد يفشل أو عدم الاستفادة من فرصة متاحة لصاحب المشروع أخيرا للمخاطرة كما ذكرنا سابقا المشروع الريادي هو مشروع يكون جديد كفكرة أو كمنتج وبالتالي ليس من المضمون دائما أن يتقبل المجتمع هذا المنتج أو هذا المشروع لذلك نسب المخاطرة تكون عالية بشكل كبير وهي أحد الأسباب الأساسية التي قد تكون فشل المشروع الريادي إذن نتوقف عند هذا الموضوع نلخص حديثنا لما تم في هذه المحاضرة تحدثنا عن أسباب الاهتمام بموضوع الريادة أو مساق الريادة تحدثنا عن مشكلة البطالة الموجودة في العالم بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص أكدنا على أن الريادة أصبحت الآن ثقافة منتشرة في جميع دول العالم تحدثنا عن تعريف المشروع الصغير تعريف الريادة والفروق ما بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الريادية ثم تحدثنا أخيرا عن فوائد المشروع الريادي أو الريادة بشكل عام والمخاطر التي يمكن أن يواجهها هذا المشروع